ولتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبتنه بالهاد الوفي وأعلمي وأعلم من يعينني ولتدفني جملة ما يهينني ومسكني سل من الفجار وامن على الأهل بماء جار واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فرط من سواك فكن بداك قائدي إلى هدى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نحن في جامعة المحروسة في بعض صلاة الجماعة اليوم ومعنا رئيس من فقامة أمير المؤمنين ملك محمد السادس بالمغرب وعندنا واحد من الوفي واسمه عبداللتي فلاثقاري وأريد منه أن يلقي كلمة لسبب هذه الزيارة لمدينة طوبا وما هي العلاقة التي تربط بين المغرب والسنغال وبالأخص الطوبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نحن هنا في مدينة طوبا في زيارة أخوية لفضيلة الخليفة العام لطريقة تجانية الشيخ منتقم بكي أدينا معه هنا صلاة الجمعة لما صادفت زيارتنا الجمعة وتشرفنا وتبركنا بزيارة ضريحي الشيخ المؤسس أحمد بنبا ردوان الله عليه السؤال المطروح وهو ما علاقة طوبا بالمغرب أو علاقة المغرب بالطوبا المغرب والسنغال بلدان غير منفصلين ولذلك لا صح أن تكون هناك علاقة بينهما هما مندمجان منسجمان أخواني وهذه ليست أولى زيارة لنا ولن تكون إن شاء الله آخر الزيارة وإذا ما هي في سياقي التواصل الدائم التعاون المستمر بين المملكة المغربية بتوجيه من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصرى الله وفي علاقته المتميزة دائما بالمسلمين أينما كانوا وخصوصا بمشايخ الطرق الصوفيتي وللأشك أنه في سنغال الطريقة المريدية هي من أجل وأكبر الطرق الصوفيتي التي تشتغل في ميدان الدعوة في ميدان التعليم في ميدان التربية في ميدان السلوك في ميدان التنمية في ميدان توجيه الشباب تغطير الشباب إلى آخر كل هذه الأمور هي في سياق الدين الإسلامي الحنيف وأمير المؤمنين نصرى الله بما أنه حامل ملتي الديني فهو دائما يصهر ويساعد ويواصل كل من يعمل على هذه القيم الدينية الإسلامية الحنيفة لا سيما في إطار ما هو مشترك بيننا من أمور العقيدة والمذهب والسلوك والأخلاق والتاريخ والحاضر والمستقبل إن شاء الله فوجودنا هذا وجود طبيعي عادي نحن بين إخوتنا وفي بيتنا وفي مسجدنا وزاويتنا وضرحنا وفي لباسنا وهيئتنا نحن شئون واحدون لا يختلفوا باختلاف ببعد الجغرافيات أو المسافات لأن قلوبنا وأرواحنا متحدتون الحمد لله ليسا لأنا ولكن منذ قرون عديدة وستستمروا إن شاء الله إن شاء الله ونترجم إن شاء الله هذا الخطاب باللغة الفرنسية نحن ذاته يعنيني أونه نحن توجد من تقا pirates جناك والسلام لحزير المقارضون ومن عن الأخير الموسكى لو سنجلك خلاسون ومن بعض overlayاتنا ويقولون في ميزان المرحب الاشتراكو ومعرف المرحب الاشتراكو ومعرف المرحب الاشتراكو تسا باروك أيضا في الشيخ مونتاقا مباكي والخليف جنرال تاريقا مرديا في السنغال نحن هناك من المعروك ومعرفة مجموعة روى وممتاقا مباكي محمد VI، ومعرفة أنه يساعد كما قلت قليلاً لنحن تحقان دون انه لا يوجد من الانه مقرباً ومقرباً ومقرباً لنحن لا يوجد مقرباً والدين ويمكننا مع الموجودين ولما يوجد كذلك ولما مهمة obrigومات ولما تساعدت سوف تنعيش لذلك كم إننا هناك في السنغال كما نحن في مقرباً Donc c'est le cadre de cette fraternité, de cette sincérité, de ces consultations mutuelles et permanentes que nous avons toujours eues avec même la Meshachad, la Talitha, Mouridia et avec d'autres showers soufis. donc ce sont des principes fondamentaux communs entre nous entre nous, entre nos frères et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce que je porte comme habit est symbole que nous sommes chez nous, dans notre maison avec les mêmes principes, les mêmes fondamentaux la même culture, le même esprit et la même spiritualité aussi Un sincère remerciement auprès du roi Mohamed VI et la dénagation Merci beaucoup Monsieur et vous Merci à mes Tipeurs et souscripteurs